صرح الكتب الصحفية دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم السالث وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبزلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والذين يبزلون جهود مقدرة وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة عن بدء سرايان الهدنة في موعدها المحدد والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس السبت والعودة لتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتطبيقا لهذه البنود فقد تسلمت السلطات المصرية اليوم قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليا كما تسلمت قائمة من الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا والمقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم وفي هذا السياق واصلت مصر أيضا جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح التي استمرت طوال فترة العدوان على القطاع وتتواصل بشكل كثيف مع سرايان الهدنة الإنسانية